ايكو حباب البزيجي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة بقى الفيديو اللي اتأخرت عليه بقى لكتير جدا جدا النهاردة فيديو المشتريات واسعار الخضار النهاردة في السوق والاسعار حلوة جدا تعالوا نسوف النهاردة الاسعار بتاعتنا هتكون ايه النهاردة ايه في الايام النهاردة الاربع تمام تعالوا بقى كده نشوف مع بعض الحاجة معنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بص بقى انا جبت لحزمة الملخية اهي حزمة زي ما انت شايفة كده اهي قال الواحدة باثنين جنيه انا خدت الاثنين بثلاثة جنيه اهو تمام جبت اثنين اهو بتلاثة جنيه اهو جبت كمان جرجير اهو الواحدة بنص جنيه جبت اثنين جرجير اهو جرجير البلدي الحلو ده اهو وجبت كمان خضرة عشان عايز اعمل شوية محشي اه بص بقى اي حزمة خضرة من دي عندنا بنص جنيه طيب هو السوق عندكو فين يا جيجي السوق عندنا سوق السيدة عيشة تنزلي السيدة عيشة في القاهرة تسألي على سوق الخضار تمام اسمه سوق المنشية المنشية دي في السيدة عيشة في القاهرة مش في اسكندرية عشان في ناس كتير جدا بتفتكر في اسكندرية عشان بقول كلمة المنشية السيدة عيشة دي قريبة من القلعة اه كمان جبت حزمة الخضرة زي ما قلت بنص جنيه والحزمة الفجل اللي هول بصه الفجل البلدي ده الحزمة برته بنص جنيه جبت بقى بقى دونس وشبط وكسطرة وانا بحفظ الحاجات دي عندي في التلاجة بتقعد معي لمدة 15 يوم ما بيحصل لاش اي حاجة طبعا انا نزلة بالكمامة بتاعتي والجلافزة طبعا عشان ما نلمس حاجة وبعد كده برميه وساعات بغيره مرتين وثلاثة في السوق انا بجيب الجلافزات اللي هي الاكياس اللي هي اكياس دي بتبقى رخيصة وكمان بتترمي على طول و بتستعمل على طول عشان التانية الطبية دي كمان غالية جبت بقى البتنجان الحلو الجميل ده البتنجان ده اسمه يا جماعة خد الجميل ده اسمه خد الجميل اهو اللي هو في بقى نفسي جده ده بقى في المحش زبدة زبدة وفي البتنجان المخلل حاجة كده بالصلاة عن نبي حاجة روعة يعني جبتي بكام ده يا جيجي انا جبته ده هو كان حاطت عليه خمسة جنيه وانا رايحة السوق وانا راجعة من السوق لقيته حط عليه تلاتة بعشرة جبت تلاتة كيلو بعشرة جنيه شايفة زي ما قلتلك قبل كده لما تيجي تشتري العنقود اللي هو الاخضر ده تمام بيبقى صابح وما بيبقىش فيه مرارة ولا اي حاجة خالص عايز اقولك كمان على حاجة يعني هقولك بقى معلومة حلوة كده لما تيجي تقوري البتنجان بعد ما تقوريه وتغسليه رشي عليه شويت ملحي صغيرين وحبت ورشت سكر ومعلقتين خل واسيبيه كده لمدة دقيقتين مش هتلاقيه حتى لو في اي مرارة المرارة دي هتروح واتعاملي مع اي نوع بتنجان على الطريقة دي تمام؟ ادي كده جبت ده كيلو ونص وجايبة شانطة تاني كيلو ونص جبت تلاتة كيلو تمام؟ على فكرة انا بفرز البتنجان المخلل هسيبلكو البتنجان قصدي بفرز البتنجان المحشي هسيبلكو اللينك بتاع تفريز المحشي في صندوق الوصف ما تنسوه تروحوا تشوفوه اتمنى كده من اول الفيديو نحط لايك كتير عشان لسه معي مشتريات كتير النهار كمان مع الخضرة جبت حزمة النعناع صغيرين الواحدة بنص جنيه علشان احط منه على المحش كده فرش وكمان اعمل شوية لمون بالنعناع بما ان انا جبت لمون وكمان هنعمل شاي بالنعناع كده حلو تمام؟ وكمان جبنا فلفل الوان كيلو الفلفل الالوان بتمانية جنيه اهو جبت كيلو لربع بستة دول كده هو كيلو لربع بستة جنيه اهو زي الفل هو تمام؟ فيه بقى اه يعني ايه طاري شوية من هنا طاري شوية من هنا هناك بيتبعت كيلو بخمسة ده ممكن تخديه تجمعي مثلا شوية حمري كده الاهو فيه احمر كتير تجمعي وتعمليه هاريسة بس مش حراقة هاريسة بردة تمام؟ تجيبيه على كل تخسليه وتفروميه ده كيلو منه بخمسة انما ده اسكاليم ده تمانية تمام؟ جبت كيلو لربع بستة اه جبت ايه كمان يا جيجي جبت جبنا قريش من السوق جبت كيلو بعشرين جبت كيلو بعشرين جبت ايه كمان يا جيجي جبت لمون اللمون الكيلو بعشرين اللمون الاخدر ده بيعيش بقى عن الاصفر جبت نص كيلو بعشرة جبت قتة القتة طلعت عايز اقولكو فيتاميناتها كتير جدا وحلوة في الحر وجميلة جدا 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 انا جبت كيلو واحد بس ده كده كيلو كيلو بخمسة جنيه جبت كيلو واحد بس اهو كيلو قتة جبت كمان كيلو بتنجان رومي بشوا بقى اهو تنقل بتنجان رومي الطويلة واللي بتلمع شايفين؟ بتلمع ازاي اهو على فكرة الخضار ده كله انا رشيت عليه تمام خل مش برش عليه كلور رشيت عليه خل وبعد كده كل الحاجات دي هتتنقع في مياه الخل تمام بس رشيت طبعا عن شنط الكلام ده كده ده كيلو بربعة جنيه لنقل طويلة الخفيفة اللي بتلمع والعود بتاعها يكون اغدر كده ويكون جميل تمام عايزها تعيش معاك البتنجانية وتقعد معاك 15 و 20 يوم كمان اللي فيها في ستريتش وتحطيها في التلاجة بتقعد معاك من 15 ل 20 يوم وعلي وتحدي وانا عاد فانا بقول ايه طيب ما جبت ايه كمان يا جيجي تبطيخة حلوة وجميلة تمام انا مفتحتها لماذا؟ افتحيها بقى ايه انا افتحها قدام الناس كلها تمام؟ البطيخة دي جماعة جبتها ب 25 جنيه تمام؟ تعالوا كده بقى نقول بسم الله والله ما صلى عن النبي بقى كده ايه افتحها كده معاكو عشان انا قلت له ايه والله نفتحها مع المتابعين تمام؟ اهو شايفين بالصلى عن النبي ما شاء الله بصوا مرملة وحمرة وجميلة ازاي؟ حطوا لايك بقى كتير كتير لشطارة جيجي طبعا انا هخسلها تاني من برا وهزبطها واختها في التلاجة تسقع تمام التين البرشومي هو نيزل جميل قوي جبت الكيلو ب 15 جنيه اهو بصي متنقية بالواحدة ازاي زي الفل برضو من السوق اللي انا بقولكو عليه تمام؟ اهي زي الفل اهو ان شاء الله هعمل لكم رابط التين اه هوعيتكو بقى اعمل لكم رابط التين زي بتاعت بره واحلى وبجد بجد وسكرها معقول وبصي حاجة كده بقى اخذ جميل اه جبت دول 2 كيلو كيلو بخمساشر زي ما قلت دول بتلاتين اه جبت ايه كمان يا جيجي جبت اه نص كرتونة بيت البيضة الواحدة بجنيه وعشرة سيغي يعني بمية وعشرة تمام؟ جبت نص كرتونة اه جبت كمان طماطم بصو الطماطم ما شاء الله بالواحد ازاي شايفين الطماطم الطماطم دي باربعة جبت تلاتة كيلو تمام جبت كوسة انا زي ما قلت في كده بحب اجيب الكوسة اللي هي مليانة لحم شوية بحبش اجيب الرفياء هعمل سنية كوسة باللحمة المفرومة مش سنية كوسة بشاميل النهاردة هنعمل المرة دي يعني هنعمل الكوسة باللحمة المفرومة في الفرن بالصالصة الحمراء هتعجبكو جدا جدا الكيلو ده جبت تلاتة جنيه ده جبت كيلو تلاتة جنيه من الكوسة اللي هي التخينة دي الحلوة وصبحة وفرش وبتلمع شايفين؟ الكوسة بتلمع معي ازاي؟ عايزة بس يتغسل جبت بقى بصل خلوا بالكو بقى جماعة اللي عايز يخزم بصل يتفضل بقى يخزم بصل البصل هيغلى عشان العيد الكبير كل سنة وانتو طيبين تنقي البصلية ازاي؟ تنقي البصلية دورة كده دورة دي يعني مدورة تمام؟ ما تكونش طويلة مشي؟ هو كده كده خلاص البصل قدم ونشف وبقى حلو جبيلك بقى انا جبت الكيلو بخمسة جنيه انا جبت دولة اربعة كيلو كل منزل هشله اربعة عشان الشيلة معي كانت تقيلة انا بستعمل البصل ابيض كتير ما بحبش البصل الاحمر غير يدوبك للسلطة بس يعني اللي هو نعمل صلطة الحاتي بقى عشان المشاوي في العيد الكبير يبقى عملي حسابك لتنين كيلو بصل ولا حلوة ده بقى عشان التواجن وعشان اللي احمل عصاج وعشان المنبار وعشان كل بقى الحاجة الحلوة دي زي ما قلتلك شايفة بنقية البصلية حلوة زي ما قلتلك كده الكيلو بخمسة جميل جبت كمان بطاطس اهي جبت بطاطس الكيلو البطاطس انا جبته النهاردة بس بيقولوا بكرة هيبقى بخمسة وهيوصل لستة وسبعة كمان خلي بالك بقى اروحي هاتي بطاطس وبصل كمية كبيرة وحلوة عشان تقعد معاك لاني دول هيغلو جدا جدا البصل الراجل بيقولي هيوصل لتمانية والسبعة جنيه ونص هو يلي كده انا قلت برد اقولكو عشان ابقى اقولت يعني هو كده كده ده الموسم بتاع البصل تمام فكده كده قريدي ده طبيعي انه هو هيتلة فهاتيلك سوية بصل كده حلوين بالنسبة بقى للبطاطس البطاطس كده كده في الصيف بتبتدي ان هي تغلق كل ما الصيف يزيد قوي يعني ما يجي عليك شهر تمانية فهي هتوصل اقصى حاجة هتبقى بسبعة جنيه انا جبتها النهاردة زي الفل كده باربعة جبت خمسة كيلو بعشرين جنيه وقلت برده لما انزل بكرة اجيب لي شنطتين تاني كل شنطة خمسة وخليهم البطاطس طبعا لاي غنى عنها في البيت خالص بس كده دي كده كانت المشتريات بتاعت النهاردة نسيت كمان اقول لكم ان انا جايبة خيار اهو جبت خيار بلدي حلو اهو الكيلو باربعة جنيه جبت اثنين كيلو ونص بعشرة خيار انا جبت اهوه كيلو واحد قتة القتة دي كده جنب حتي الجبنة قليش زي ما انتم شايفين الخيار طبعا للسلطة ويتقطع وتعمل شوية خيار محلل يعني بصي خيار لاغنى عنه دي كده كانت المشتريات بتاعت النهاردة اتمنى تكون عجبتكو وتكون كمان نالت رضاكو اتمنى لو عجبكو الفيديو ما تنسوش احلى لايك لاحلى جيزي واشوفكو في فيديو جديد من مطبخ جيزي على قد ايدي ولسه الابهار مستمر وهبهركو يعني هبهركو حبيب قلب جيزي وما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل السلام والسلام ماسلين